اشتركوا في القناة المهم هحاول اكون متواجد كتير ان شاء الله في الفترة اللي جاية للأسف في خبر مؤسف وهو اني مش هعرف اظهر على الشاشة في الفيديو ده احرمكم من الواجه الملائكي لصراحة انا حاولت كتير اشوف حل اثبت بالكاميرا بس معرفتش بسبب ان في عنصر من عناصر تثبيت الكاميرا دعميني في تصوير اخر فيديو كليب مش هطول عليكم بس قبل ما ابدأ الفيديو حابب اقول الا اه ها اح الحابت والله الحابت والله في الايام دي كل واحد بيمر بظروف خاصة بيه وماحدش هيحس باللجوعه الشخص غير الشخص نفسه بمعنى لو حاجة تفع قوي لكل اللي حواليك بس بالنسبة ليك الحاجة دي مهمة في الفترة اللي انت فيها فما حدش هيحرف يحس باهميته غيرك سأعطيك مثال أنا ليس الشخص المناسب لوضع الأمثلة تعالوا نرى شيء مهم بالنسبة لك واتفق بالنسبة للناس اللي حواليك كل اللي حواليك؟ كل اللي حواليك لازم كلهم؟ لا أهلك لا دي سهلة أي شيء فيها كاميرا مثلا؟ أي شيء في تصوير ومونتاج الحاجات دي يعني هوبي حاجة مهمة بالنسبة لك بس كتافها بالنسبة للحواليك يعني ايه؟ بالنسبة لك انت مهمة قوي بس بالنسبة للحواليك كتافها السماعة السماعة؟ حلوة بالنسبة لك الكرة لول ايه لول دي؟ الحاجة اللي ايه؟ مهمة بالنسبة لك بس اتافها للناس اللي حواليك الحاجة المهمة بالنسبة لك بس اتافها للناس اللي حواليك اه اه الكرسي بابدهر اسكننات بلول وانا مش مركز خلص انا مش عارب في ايه؟ لا 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 ده رانكت صعب اللي حابب اقوله ليك ان الحاجة بتتعايش مرة واحدة بس استمتع بكل حاجة فيها وتعايش مع عيوبها بشرط وهو انك ما تقذيش نفسك ولا تقذي اللي حواليك في الفيديو ده هتكلم عن اللعبة بحباها جدا وهي لعبة Valorant اللعبة من تطوير شركة Riot Games بعد مرور عشر سنوات على انشاء الشركة الشركة حابت تحتفل معانا باخبار كويسة وهي اصدار بعض الالعاب الجديدة وكان منهم لعبة Valorant وقت الاعلان عنها كانت تحت مسمى Project A اللعبة تطورت على محرك Unreal Engine التابع لشركة Epic Games طبعا اول ما بتسمع Epic Games طبعا اول ما بتسمع Epic Games بيجيب بالك بس اللعبة ملغاش علاقة بفورتنايت هي بس تطورت على نفس المحرك شركة Riot Games بالنسبة لي هي المثالية في علم الالعاب لان موظم هدافهم هي سعاد الجيمر سعادة كاملة اي اللعبة بيعملوها بيعملوها صح وبيدعموا كل الكميونيتي المنضم لهم من كل النواحي اللعبة اصدرت في عام 2020 بعد الاعلان عنها بشهور قليلة اللعبة عبارة عن خليط من CSGO وشوية من Overwatch اللعبة shooter من من منظور الشخص الاول انا اقولها تانية انا لسه بتعلم انجليش في حاجاتي لازم انطقها في المواقب اجنبي بتتميز اللعبة بالقدرات الخاصة لكل شخصية انت بتختارها قبل ما تلعب بها فالورنت هي لعبة التصويب وبتحتاج دقة وتركيز ورد فعل سريع في مواجهة العدو اللي قدامك زي ما متعودين من Riot Games في لعبة League of Legends اصداره من كتير من الاسكنز فاللعبة بتركز على النقط دي جامد وهنقدر نشوف من ده كتير في الايام اللي جاية غير الفعاليات اللي بتتحضر لها الفترات اللي جاية Riot Games كمان بتهتم بالاستر ايجز ولو انت مش عارف ايه هو الاستر ايجز انا هشرح باختصار الاستر ايجز ده ايه معلم انت ازاي مش عارف استر الاستر ايجز ده الاستر ايجز ده بيكون تلميح من بعيد عن اصدار لشخصية او مكان او ايفنت بس بتراه غير مباشرة فاوانت ماشي في اللعبة هتقابلك حاجات غريبة وهتشك وممكن تشكك في النهاية يطلع في محله زي ان جيت هي بلاش مع كل فترة بينضم بطل جديد للعبة بقدرات خاصة واخر شخصية انضمت العالم فالورانت هي كيل جوي اشرح لكم قدام كل شخصية وقدراتها في فيديو تاني في خبر جميل معانا وحصري وهو ان انا انضميت لمنصة تويتش لو انت من محبين تويتش تقدر تخش على الرابط ده وتشوف اي لايف ستريم ليا هناك تراب تراب اماني تراب اماني تراب اماني تراب اماني تراب اماني تراب اماني ت massive تراب اماني تراب اماني ت شفر تراب اماني تراب اماني اماني تقت الله تشأن تشأن فيų محاولة لا اڭči فالت محاولة ندفع ندفع ايها 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 لا انا كنت لديك السلاح لديك السلاح لديك السلاح لديك السلاح موسيقى قرره موسيقى لقرر المسلم ايضا اوه قلت 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 و Psych الساعة الإس Leader ثاني إس ثاني انتظر انتظر اشتركوا في القناة 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 شكرا